آيات لقوم يتفكّون والصحة والعافية وأن يطرد عنها شياطين الإنس والجن وأن يوفق أبنائنا وبناتنا لما يحب ويرضى وأن يسر لبناتنا أزواجا صالحين ولأبنائنا زوجات صالحات وأن يصلح بين الأزواج والزوجات وأن يسر كل أمن وأمان لمجتمعاتنا العربية والإسلامية ربي ولي ذلك والقادر عليه وأثني بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد البيوت الأمن لا تأمن إلا بأمان أفرادها وأمان أفرادها لا يكون بالأمن الذي في ذهننا العام وإنما هناك أمن حقيقي وهو أمن القلوب وقناعة القلوب وثقة القلوب فيما عند الله سبحانه وتعالى فالفرد الذي عنده سلام اجتماعي مع نفسه عنده توازن مع نفسه عنده يعني تفاؤل بما هو قات ليس مكتئباً طوال الوقت لأن الاكتئاب يقصر العمر ويسر بالبركة ويرزق الإنسان رجلاً كان أم أمرأة يهجم عليه الهرم سريعاً فيشيب قبل المشيب ويمرض قبل موسم الأمراض أو قبل سن الأمراض لماذا؟ لأنه إنسان مكتئب والمكتئب غير قانع بما رزقه رب العباد أو بما أعطاه لو قنع كل إنسان منا سبحان الله يعني عز من قنع وذل من طمع الطمع يعيش طوال حياته في حالة من الكآبة لأنه لن يحصل شيئاً مما يبغيه ولن يأتي له إلا ما قسم الله له لكن الإنسان سبحان الله الذي يريد سلماً وسلامةً لنفسه هو قانع بما آتاه رب العباد عز وجل أنا أريد في هذه الحلقة أخاطب أفراد البيوت الآمنة كيف يكونوا قلبي قانعاً لماذا؟ أبناؤنا غير قانعين لا بالأب ولا بالأم ولا بالأوامر ولا بالنواهي ولا بالهدايا ولا أن الأباء ذهبوا إلى أفضل المدارس وأفضل الجامعات ولا الأم الحريصة على أبنائها وبناتها تسهر على راحتهم وتأخذ بها من الصغير والقبير وتتحملهم البنات أيضاً غير راضيات عن الأمهات والأولاد غير راضيات عن الأمهات كلنا غير راضين عن كلنا لماذا؟ لأن القلوب غير قانعة وكل واحد فينا يريد أن يسير الحياة وفق عقله هو والله لو سارت الحياة وفق عقولنا لصارت خراباً لأن الدنيا والسماوات والأرض والآخرة كذلك لها رب ورب العباد هو الحكيم الخبير هو العليم الذي يعلم من الإنسان ما توسبس به صدره وأقرب إليه من حبل الوريد وهو الذي يعلم ما يصلح الإنسان وما يفسده وما يقربه من بر السلامة وما يبعده عن بر السلامة وما الذي يسيره في طريق السلامة وما الذي يسيره في طريق الندامة لكن العبد يريد أن يرتسم لنفسه خطاً وفق مزاجه هو أو عقله هو وعقولنا محدودة لكن أصحاب القلوب الكبيرة وأصحاب العقول الكبيرة هم الذين أراحوا أنفسهم بالحديث العظيم الذي قاله نبينا الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم من أمسى آمناً في سربه معافاً في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها خرقة تواريك ولقمة تكفيك وبيت يؤويك ماذا تريد بعد ذلك إنسان مستور جسده عن الناس وربنا رزقه ما يتزين به أمام إخوانه في بيت أربع جدران وسخف أياً كان واسع ضيق كبير صغير في أثاث فاخر أو أثاث متواضع المهم الأثاث الفاخر الذي يكون في قلبك كن جميلاً ترى الوجود جميلة بيت يؤويك لقمة تكفيك خرقة تواريك ماذا تريد بعد ذلك كل ما عدا هذا هو زيادات تحتاج منك إلى الشكر للمنعم سبحانه وتعالى وكم من عباد ينعم الله عليهم بألاف النعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وهم لا يعرفون للشكر سبيلاً ولا يعرفون للشكر يعني طريقة وقليل من عبادي الشكور أنا أريد في هذه الحلقة نضع كده نقاط كي تصلح قلوبنا قانعة بما آتاها رب العبادة أول نصيحة مني كأب لكل المشاهدين والمشاهدات لا تحزن على ما فات حزنك على ما فات لن يغير الحال لا هو لن يفك المشكلة يعني أنت حزنت أن تسبب لسانك في أن طردت من العمل خلاص أصبحت أنت مفصول من العمل حزنك على هذا الفصل لن يعيدك إليه يعني مش هترجع للعمل بالحزن حزنك على فخد أبيك أو أمك من سنوات وبكاءك الدائم هذا شيء يعني عاطفي جميل ولكن هل يرجع الحزن شيئا مما مضى لو كان الحزن يرجع شيئا لحزنك يرجع إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن قال رب العباد سبحانه وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون كل نفس ذائقة النوت يعني كل نفس ذائقة النوت أفإن ميت أفهم الخالدون فإذا لم يوجد مخلط في الدنيا ولا حزن يجب أن يبقى مع الإنسان طوال حياته وإلا تصير حياته كآبة مستمرة أنا ألاقي ناس في الحياة وهم يعرفون يعني الشيخ ويعرفون أنه قريب إليهم وأنه حبيب إليهم وأنه يحل مشاكلهم ورغم ذلك ومقطب جمينه في وجه الشيخ طب بالله عليك ده في بيته عمليه الله يكون في عنزشته وأولاده ده كده في أحلى حالاته يعني هو ينظر هكذا يعني لو خرج لي ليلا لو أصيب الناس بنوه بتخوف فهذا الإنسان في بيته كيف أصنع عندنا ما شاء الله لأقوة الله بالله تقطيب الجبين ده مهمة عربية آنية حالية كل مقطب جبينه ما لك فلان فيش فيه بس مشاكل لا حول ولا قوت وإحنا نظل في هذه المشاكل طب المشاكل موجودة هل تقطيبك للجبين يعني يحلها هل أنت زم شفتيك فلا أرى أسنانك الجميلة التي ليست بعورة كما أقول دائما هل هذا يحل المشكلة أول شيء لا تحزن على ما فات خلاص تحزن على ما فات أن كان فرصة أمامك أن تشتري الأرض الفلانية وأنك تلكأت حتى ضاعت وكان فرصة لا تعوض والنبنى الفلاني والبناء الفلانية والقصة الفلانية والسيارة العلانية سبحان الله حزنك على ما فات لن يرجع شيئا ولذلك هذا الشعر الذي تغاب مع نفسه وقال يعني متأثرا أن الشباب قد وله ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما صنع المشيب بالله عليك كيف يرجع إليك الشباب لا يرجع شيء خلاص كل عمر له ميزاته عديت أنت مرحلة الشباب والعنفوان والثورة وتخطي الأمور بقوة والتعامل مع الأمور بعصبية إلى حالة من الهدوء يعني كما قال سيدنا زكريا يعني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولكن ماذا قال ظلت له رحمة الله ولم أكن بدعائك رب شقيه يعني إذن الإنسان الشقي شقاح حقيقي هو الإنسان للأسف الشديد الذي ينظر تحت أقدامه ويظل حزينا على ما فات فأول مركب وأول علاج وأول دواء أنا أريد أن أعطيه نفسي أولا وأعطيه لأحبتي من المريدين والمشاهدين والمشاهدات من أبنائي وأبناتي في البيوت لا تحزن على ما فات يريد تكتب كده هذه الإيه هذه الحكمة الأمر الثاني لا تحمل هم ما لم ينزل بك متشلش هم هو رسما ما وصلش الرجل عنده بنات وبعدين واضي يده على قلبه لا لا الله إلا الله أنا لو مت مين يرعى البنات الله ومن كان يرعاك أنت وأنت جنين في بطن أمك ومن كان يرعاك وأنت رضيع في الإسنتين الأول من كان يرعاك لما بدأت تعلم المشي وتعلم كيف تأكل وكيف تتعتمد على نفسك من كان يرعاك عزك الله عندما كنت تنظف وتصير إنسانا نظير سبحان الله من الذي كان يرعاك رحمة الله كانت يعني مركزة في قلب الأم وقلب الأب وقلب الأخت الكبرى الذي كان يرعاك وأنت صغير هو الذي سوف يرعا بناتك وأولادك لا تخف الرجل قد يمر في السبعين والثمانين ويرزق بولد بعد مرتبك الولد ده من الذي يربيه من الاخي الذي جاء به هو الذي يتولى أمره وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون جالس تنافق مدير المؤسسة خوفا من أن يفصلك يقول عشان الحسن يقطع رزقي يا أخي الكريم يا ولدي يا بنتي الرزق لا يقطع إلا عندما يأتي ملك الموت فيقطع الصلة بالحياة بس هنا يقطع الرزق الرزق الدنيوي يقطع متى لما ملك الموت ينزل ياخد الربح أما طالما أنا في الدنيا أدب على قدمين وتعمل العينان وتتكلم اللسان وسبحان الله يشم الأنف وتسمع الأذن وتتحرك الأطراف الحياة ما زالت موجودة أما متى يقطع الرزق ينزل ملك الموت خلاص ياخد الروح هنا هنا أغرق الباب فقط لأن قبل ذلك الباب مفتوه الباب مفتوه خلاص لا تحمل هم ما لم ينزل بك أنا الناس في خوف الخوف في خوف الناس من خوف الخوف في خوف ومن خوف الفقر في فقر هو عاش في فقر حاضر خشية من الفقر الآت وهو لسه لم يأتي بعد والعلماء اطلاعوا علينا بتوع البيئة وسوف تقل المياه في الأرض ولن يجد العالم قطرة مياه يا عم لما ما يجدش العالم قطرة مياه هنموت إلا له أنه يرجعون جميعا وخلاص يبقى الحياة انتهت الله لما يريد شيئا يهيئ له أسبابه يهي خلاص يعني سيدنا نوح مش لما لما فتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونه فالتقى الماء على أمر قد قدر فلما ركب في السفينة وتذكر على الله وقلنا يا أرض دعي ماءك ويا سماء وأقلعي وغيض الماء خلاص لما ربنا يا شاء أنه يجافف الأرض يعني من قلة مطر السماء خلاص الله يريد بالكون نهاية وخلاص يبقى انتهى الموضوع لا تعو الهم طالما نحن على قدر الحياة السماء تنطرنا والله يرحمنا ورحمات ربنا تتوالى وفي السماء رزقك وما تقعدون ومن ضمن الرزق الماء وأساليب الحياة الهواء والرياح وإلى آخر يبقى إذن القضية لا تحمل هم يعني 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 ما لم ينزل بك دي قواعد في الحياة عشان تستريح عشان يصير قلبك قانعا إذن هذين الأمرين لا تحصل على ما فات وبعدين لا تحمل هم ما لم يأتك النقطتين دول خدناهم من من أي من أي الآيات استقيناها من نعيم أهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحسنون يعني لهو خايف من الغد ولهو حزين على ما مضى إذن النعيم الحقيقي لو عشت داخل هذا الإطار يقول لك الإخواننا أولادنا الإعلاميين يقول لك داخل الكدر خليك داخل هذا الكدر هذا الإطار هذه الدائرة إيه دائرة إيه لا حزن على ما مضى ولا هم وخوف وحمل هم فيما هو قات ليه لأن الذي هو قات لم يأتي بعد ولسه مجاش لسه لم يأتني وإنما لا يعني لا يعني أجلس أنا فيه على عصابي ومتوتر ومتخوف وبعدين الإنسان تهجم عليه الهموم والأمراض والضغط والتوتر هو فيه إنسان الآن الآن فيه فيه واحد في العصر الحديد إلا ما عنده توتر عصبي وعنده ضغط وعنده سبحان الله العظيم اللي عنده السكري واللي عنده ده جيت الضغوط النفسية التي تأتي إلى النفس الضعيفة الإيمان فتهزم إيمانها الضعيف فتطفل أحداث فيحسن الإنسان وتتبخر القناعة من القلب فيصل الإنسان إلى حالة من اليأس والإحباط والمؤمن لا يعرف لا يأسا ولا إحباط الموضوع طويل الموضوع مهم الموضوع عقدي الموضوع خص الحالات النفسية للإنسان فأنا أريد أن يعني أسهب في الإعطاء نفسي وأياكم الدواء الشافي لكي نصد إلى القلب القانع كنوا مع بعض الفاصل إن شاء الله نكمل حديثنا عن قناعة القلب أهلا بكم إن في ذلك لآيات لقوم يتفكون مرحبا بكم أحبة في الله مرة أخرى ويعني نحن نريد أن نقنع قلوبنا أو نجعل قلوبنا مليئة بإكسير القناعة لأن القلب القانع مستريح صاحبه هادئ باله ناعم باله متوكل على الله واثق فيما عند الله هادئ البال مهتم بعمله ليه أهتم بعملي إذا كنت قانع القلب لكن الإنسان المهموم لا يعمل تخيل واحد جاي إلى العمل صباحا مثلا في مشكلة كبيرة بينه بين زوجته إما تلاس أو أو كذا أو يعني سيء الملك مع أولاده أو أنه مهموم من هموم معين هذا يشتم وهذا يتعدى وهذا يغتاب وهذا ينم كيف يعمل هذا الإنسان أنا عايزين أنا عايزين أن يأتي إلى العمل ليستشعر أنه ترس مهم في هذه الآلة ترس مهم في دولاب العمل العام يأتي هو وانشرح الصغر أما جاء مقطر الجبين صباحا وسبحان الله والعمل يعني بالنسبة له عبء ثقيل وكاره لعمله وكاره لزملائه وكاره للمدير وكاره للإدارة ويظن في نفسه أنه أينشتين العبقر الوحيد في العالم ووضعينه في هذا المكان لك أنا كنت أولى من مدير المؤسسة أنا كنت أولى من وكيد أول للوزارة أنا مش عالا هما لا يقدروا الكفاءات التي أمثالي أنا المؤسسة كلها دي تقوم على رأسي أنا وبأفكاري أنا من أنت يا أنا ولا شيء لكن هو لما الأنا تنتفخ عم زي البالونة بتاع الأطفال يضعون فوقه فيها وفوقه فيها غير وتنفجر عايز بس إبرة بسيطة اتذكر على الله الآن المنتفخ ده مريض وكم من مرضى من حولنا هو الأعمال سبحانه حتى الذين الموظفين الذين يذهب الجمهور إليهم من يجب يأخذوا دورات في حسن العلاقات العامة إن شاء الله ما يدخل عليه المتعامل نعم ما عايز يعني يعني يصاهرك في بنتك يعني يوقع غرقة معاملة معينة خلاص تبسط لأن الله جعله سببا لرزقك أنت ما أنت بتأخذ راتبك من إيه الدولة تعطيك راتبك متيجة إيه الخدمات التي تقدمها للناس يعني تحاكم ولاك في هذا المكان سوى كنت موظف بسيط وكيل وزارة وزير غفير مدير أي مهنة أي مهمة وتتعامل مع الجمهور تعامل كبيرهم كأب وأبسطهم كأخ وأصغرهم كإبن فبر أباك أما تتعالى على الناس هذه نعمة للوظيفة إذا لم تشكرها تسلب منك فجأة تكتب فيك تقارير أنه سيء الملكة مع التعامل مع الجمهور خلاص مع السلام يعني يعني أقربكم إلى الله إن الخلق عيال الله وأقربكم إلى الله أنفعكم لعياله لأن الخلق دول خلق الله عز وجل وإنت لما لما يجيلك واحد من قبل الوزير أو رئيس الوزارة أو غيره هتكرمه من أجل من أرسله صحة الله طيب هذا المتعامل معك هو خريفة الله في الأرض إني جاعل في الأرض خريفة فأنت تكرمه لأن الله كرمه من قبل ولقد كرمنا بني آدم وإذا ما ربنا كرم بني آدم أنا ابن آدم أكرم بني آدم سواء ليصل بي أو ليس ليصل لكن ليصل الراحم الكبرى الأولى آدم عليه السلام إذن نعود إلى ما كنا عليه لتحسن على ما فات ولا تحملها ما لم ينزل بك النصيحة الثالثة الله يرضى عنك لا تلو من ناس على ما فيك مثله يعني إذا تعب على الناس يعني خطايا معينة وأخطاء معينة هي موجودة عندك أنت لا تحب الغيبة لكنك مرتاب أنت لا تحب أن ينم أحد إليك أو عليك طبعا أنت نماه أنت لا تحب أن يكذب عليك أحد وأنت تكذب على الناس أنت تحب أن الناس لا يحصدونك طب لماذا تحصد أنت الآخرين تحب أن يكون المجتمع ليس فيه حقود ولكنك تحقد أحيانا الله إذا لماذا تشير إلى الآخر بالعيب وأنت فيك عيوب يعني لا تعب أو لا تلو من ناس على ما فيك مثله صلح أمورك الأول وبعد ما صلح يا ابن الحلال نفسيتك التعبانة ونفسك المريضة إن شاء الله رب العالمين لأن كل واحد فينا عنده بعض الأمراض النفسية بعض العقد وبعض الإعاقات سوى في السلوك أو في القلب أولا أنت تكره المتكبرين لو واحد عملك بجلافة أو بكبر أنت لا تحبه المتكبر مبغوض سبحان الله فلماذا تتكبر أنت إذا تكلمتك زوجتك يقول لا الله أنا أول مرة حرمة رد على لا إله إذا أنت يا ابن اسمع الكلام هو في إيه الله يقول لك أصلحنا أولاد ناس وهي بنت كناس وهي برضو أولاد ناس هي برضو بنت ناس لا أصلنا من عائلة فلان ومن أترك أن عائلة فلان دي يعني مين يعني عائلة من عائلة سيدنا محمد بن عبد الله عائلة عائلة زي العائلات وهي من عائلة أيضا هي ترى أن عائلتها عائلة عظيمة جدا يا أخي سبحان الله كل واحد في نفسه مستشرا هو يعني من من أصفى وأنقى قبائل العرب ده من عدنان وده من قحطان وده من يعرب سبحان الله ولماذا نتمايز هكذا لماذا لا ليس لعربيين على أعجمين ولا أبيض على أحمر من فضل إلا بالتقع العمل الصالح في مرة من المرة أبو بكر الذي أعتق بلالا كل ما يقابله يقول خلي بالك أنا أعتقتك خلي بالك كل ما يشوفه تشوفني تحترمني وتقف وتؤديلي فروض الولاء والطاع لم يحدث لم يحدث هل نظر عمر يعني سليل قبيلة بني عدي إلى بلال نظرة إلا أنه إنسان عظيم وقال يعني أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا عمر يقول عن أبي بكر هذا أبو بكر سيدنا على رسل من فوق وأعتق سيدنا بلال بن رباح الله إذن المسلمين الآن سبحان الله إذا جاءهم صاحب لون معين بشرته كده سوداء لا 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 هذا لا نسوجه الله مش نرضى خلقه ودينه الله إحنا بدأنا نميز بألوان مرة أخرى عادت إلينا جاهلية ما قبل التاريخ إحنا بنعيب على الغرب وعلى الأمريكان الذين لم تذهب عنهم العصبية إلا من خمسين سنة في حكاية الألوان وكان تكتف في المحلات هناك لا يدخل هنا في الكلاب والسود كان لهم حافلات خاصة وكان لهم مدارس خاصة وكان الأبيض يعتبر نفسه سيد وهذا من جاهلية القرن السابق لكن من قريب فقط لم تكمل هذه الحرات قرنا من خمسة عشر قرنا كلكم لآدم الإعلان العالمي للإنسانية الذي أعلنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كلكم لآدم وآدم من تراب لا فضل لعربيين على أعجب إلا بالتقوى والعمل الصلاة خلاص قضية يعني سبحان الله محسومة هذه عظمة الإسلام لأنه دين سماوي دين من عند رب العالمين أما القوانين الوضعية التي وضعها هؤلاء لأنفسهم ويدعون الحريات والمساواة لا عندهم شي مساواة نحن الذين زرعنا شجرة المساواة بين الرجل والرجل والبرأة والمرأة والرجل والمرأة قال ربنا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولهن سبحان الله وبدأها بحقوقهن أولا كان لغاية 1960 من 50 سنة فقط كان المرأة الفرنسية ليست لها ذن مالية منفصلة الإسلام من بدايات الفقه الإسلامي المرأة لها ذن مالية منفصلة لا يسألها زوجها عن مالها الذي ورثته من أبيها كم ولا أين تنفقه ولا يدخل أنفه من باب المروءة هين وأبوك ترك لك إيه ولما زورتي أعطاكي كام ده رجل عنده يعني من خوارم المروءة رجل سبحان الله محسوب على الرجال غلط يعني حد ضحك عليه كده والشيطان ضحك عليه وقال له إنه من ضمن الإيه لا الرجل يعني لا الرجل ليس هكذا الرجل عنده شهامة ومروءة هي حرة في مال أبيها أمها أعطتها أخوها أعطاها هي وارثة هذا مالها تصال فيك يفهمها تشاب لكن الله مع عدم فهمنا لقواعد الإسلام الكبيرة ونظام الإسلام الكبير يعني هذا لا أصدح إذن لا تعب ولا تلوم الناس على ما فيك ميت لأنه يصير قلبك قانع أنا قلبي قانع وأنا متكبر على الناس وأنا عندي نفس المصائب سبحان الله يعني إذا كانت لك عين فللناس أعين ولا تظن أنك الأوحد في العالم أنك تميز الناس كده كأنك مركز الكون دول يدخلوا الجنة ودول يدخلوا النار يا ابن الحلال مفاتيح الجنة وأن ليست إلا بيد الله وإذا تكلمت في أي شيء فلسا نتحدث الرسم لا يعني أولي كان أصدح حرام وده حلال لإذن الحلال أترك قضية الحلال والحرام للعلماء هم يحل ويحرم مما علمهم رب العبادة عز وجل لا تخصصهم ومهمتهم وقراءاتهم وتعليمهم وثقافتهم منذ أن ولدوا صغرا وحافظوا القرآن ودرجوا مداري خلاص هم قال اللي في رقبته الفتوى لأنك تحلل وتحرم وانت جعل القرسي تشرب في كوب الشاي ويقول لهذا حلال وهذا حرام لا هذا لا جود ولا تصنف الناس أخويا ده ظالم ومش يدخل لتنى أختي دي لا يا أخي لو كان الأمر هكذا يعني يمكن عليا ذو لا أنت تعبد من دون الله لماذا هذا الانتفاخ ولماذا هذه الأنا ولماذا هذه الأمراض عندنا أمراض كثيرة والله وعايزة عايزة علاج وليبدأ كل واحد مننا بنفسه أولا قبل أن يعيب على الآخرين يبقى لا تلم الناس على ما فيك مت في نصيحة أخرى في نصير إلى بر القرن القانع أو قناعة القرن لا تطلب الجزاء على ما لم تعمل في ناس تنسب إلى نفسها الأعمال يبقى الموظف الصغير هو العمل حل المشكلة وتطلع الصحف والمجلات والإعلام وقد قام سيادة يعامل وزير ولا شاف الموضوع ولا يعرفه ما يعرفه للا المسكين عبد المعبود هذا ولا عبد الله هذا المتواضع الذي شغل في الأرشيف ولا في المخازن هو ده الحل للمعضلة سبحان الله لكن تنسب لمن لآخر للوجاهة وللمركز لا يعني الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازات من العذاب سبحان الله زي المدير المدرسة أمام الوكيل الوزارة وأمام الوزير المدرسة في المتأفوقة وأن عدد يا أخي طب أشكر المعلمين والله الإخواني من الزملاء ومن الزميدات قابلوا مشهود رهيب طوال العام وصبروا على الأولاد وأخلصوا النية وكده يعني لم يشكر الله من لم يشكر الناس خلي عندنا وفاء خلي عندنا يعني حسن يعني جميل للناس لكن ده إزاي إزاي خلمت هو عايز ينسب الخير إلى نفسه إن الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفاذة من العذاب إذن أنت لا تطلب لا تطلب جزاء على ما لم تعمل تقول ده أنا عملت وعملت وعملت أنت عامل لم تعمل وإذا كنت قد عملت ف يعني عملك كان لله سبحانه وتعالى شوف في أمراض اجتماعية عندنا هذه الأمراض إذا علجنا حقيقة وصلنا إلى البيوت الآمنة والمجتمعات الآمنة والدول الآمنة والعالم الآمن شوف السماوات بما فيها كم هي ثقيلة ده شوية سحاب ماء بس لو خزان الماء فوق البناية فوق العمارة يعني يعني فاض به الماء ولم يستخدم سنة واثنين وربما يعني يسقط المبنى على ماء عدة ايه امتار مكعبة ثلاثة متر مكعب في ثلاثة يعني المشكلة في المبنى ماء فقط فما بالك بالسحاب فما بالك بالسماء يقول صلى الله عليه وسلم قطت السماء وحق لها ان تأط يعني ثقلت السماء بما عليها وحق لها ان تأط عملت صوت من الثقل ثقل الملائكة الملائكة الاعلى ما فيها موضع اربعة اصابع الا وفيها جبهة ملك ساجد يسبح بحمد الله عز وجل حتى اذا حشروا امام ربهم يوم القيامة قال سبحانك ما عبدناك حق عبادتك يا الله اذا السماء ثقيلة طيب في اثقل من السماوات نعم نحن عندنا مرض هو اثقل من السماوات يا الله في اثقل من السماوات طالعا البهتان على البريء الناس عندها بهتان على انسان او انسان بريء وتتناقل الالسنة وتحطم الاسر وتنتهك اسرارها وتتناقل سبحان الله على الشبكات العنقودية فضائح يا اخي لو سترته بثوبك نكان خيرا لك لماذا عندنا ما شاء الله صيادين محترفين في صيد السيئات وعيوب الناس نفسي يكون العرب والمسلمين صيدين حسنات نصات حسنات الناس يعني اذا رأينا حسنة اذعناها وان رأينا سيئة كتبناها ولكن عمر الله يرضى عليه كان يستعيد من جار السوء ما صفاته قال ان رأى حسنة كتماها وان رأى سيئة اذعها يا الله يا اخي شفت خير من اخوك انشره شفت منه شر اسطر عليه مرة واثنين وانصحوا في الله وانصحوا بينك وبينه النصيحة على الملأ فضيحة فالبهتان على البريء اثقل من السواء لانه ملقي قد في المحصنات وده بهتان على بريء بهتان على بريء سبحان الله فالانسان لما يرى العيب لا اله الا الله شفوا الارض كم هي واسعة وما شاء الله من فين لفين سبحان الله كم من الاف وملايين الكيلومترات المربعة مساحة الارض هل هناك اوسع من الارض نعم ما هو اوسع من الارض هذا موضوع حديثنا بعد الفاصل ان شاء الله كنوا معنا نلتقي بكم نرى ما هو اوسع من الارض اهلا بكم ارحبا بكم احبة في الله مرة اخرى كنا قبل الفاصل نتحدث عن بعض الامراض الاجتماعية والنفسية الموجودة عند كثير منا او عندنا كلنا الا من رحم ربي كنا نتكلم هل هناك اوسع من الارض نعم الا اوسع من الارض قول الحق سلم يقول الحق ينصر به مظلوما ويقسم به ظهر ظالم ويوقف صاحب الظلم عند ظلمه بل بالعكس ان لم تقل امتي للظالم يا ظالم فقد تودع منها افضل يعني الشهداء عند الله حمزة ورجل دخل على حاكم ظالم فوعظه فقتله فهو حمزته في الجنة سواء يعني سبحان الله قول الحق والانسان لما يقول الحق بس في نقطة يكون متأقن ويكون الحق واضح امامه كالشمس زي ما شاهد قرص الشمس يقول الحق على هذا لكن نحن نترسل ها والله رأيته والله رأيتها يا ابن الحلال تريث تريث سبحان الله ولا تزدل الاحكام سريعة سبحان الله شوف هل هناك اقسى من صلابة الحجر طبعا لا الحجر صعب في قلب الفاجر وقلب المتكبر اصلب واقسى من الحجر ليه لان الحجارة كما قال ربنا يتفجر منها الماء منها ما يهبط من خشية الله سبحان الله يعني يعني الحجارة ممكن تتفجر عن مياه من داخله لكن القلب القاسي قاسي مع اولاده قاسي مع اهله هي قاسية مع اقاربها قاسية مع امها مع ابيها مع اخواتها هو قاسي مع مع اخواته البنات قاسي مع الموظفين اللي تحت يده شرس في التعامل ينتظر اي سقطة لموظف عشان يخصم منه من راتبه يا سطر يا رب طب دا عايزين لنعمل له عملية تلين قلب طب كيف يلينه قلبه يلين قلبه بذكر الله بسماع القرآن بكثرة الاستغفار بالثقة فيما عند الله عز وجل بالتوقر على الله بتنقية القلب من امراضه كل دا يساعده سبحان الله في ايه في علاج قلبه طيب ولعز وجل الله لو رأينا الموقد وزوجاتنا واللي في المطدخ يطبخون الطعام لو اقتربنا من هذا الفرن الحامي واللي عند الخباز حرارة في احرر من النار يا الله في احرر من النار ايه الحقد والحسد لانه يأكل الحسنان ويأكل القناعة ما للحسود الحسود كارثته الكبيرة انه غير موافق على تقسيم الله بالارزاق تخيل يعني والحسود ايه معطرض على الله اعوذ بالله ونقضى بالله تخيل يعني مصيبة الحسد ايه انه معطرض على القسم لو هو ليه اخويا اخد ولا ما اخدش ليه عمي عنده انا ما عنديش ليه اولاد عمي صالحين واولاد انا مش صالحين لا اله الا انت هم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا معيشتهم بينهم نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا يا الله فالعبد مننا سبحان الله يعني يعني ما فيش يعني الحسود ده انسان كلما رأى نعمة عندك اصابه الغم والهم كلما دخل عليك السرور والخير والعياذ بالله رب العالمين الا قل لمن بات لي حاسدا اتدري على من اسأت الادب اسأت على الله في صنعه لانك لم ترض لي ما وهب فجازاك ربي بانزادني وسد في وجك باب الطلب اعوذ بالله من غضب الله يا الله طيب ايه كمان الاشياء الانحكم الجديد اللي انسان يسير بها في الحياة طبعا الحرارة او برد الشتاء الزمهرير الصقيع واللي بيأتي الى شمال اوروبا هل هناك اشد ابرد من الانسان هرير والانسان متأذي منه نعم ان تحتاج الى القريب الكاشح القريب القاطع للرحم تضطر للظروف والمقادير ان تحتاج اليه انت عايز ان يمد لك هذا العون وانت لا تحبه اساسا او هو لا يحبك فتضطر تروح تبدو يد العون والله يا ابو فلان انا بس الولد متخرج من سنتين ثلاثة وقاعد في البيت وانت الله يباري فيك ديك واجهة اجتماعية الله يرضى عنك لو في بس اي عمل كده له يباري ربنا يباريك لك يا رب والله يا استاذ انت عارف الازمة الاقتصادية وان لا حول ولا قوتين لا بالله وانت يعني جيلي عشان محتاج لي طبع انت يقول كده ما كنت اشتسأل عني ويمن عليه يا الله اهدى ابرد بنزم هرير انسان بارد بعد عنك ولا يحبه احد لان فيه ناس الناس زي التربة نحن جاي من طين اصلا احنا مخلوقين احنا طين اولاد طين بس حالة بنجعلها طين في طين لا فيه واحد جاي من تربة طينية جميلة اذا غرست فيها حبة واصابتها الماء نبتت فصارت سنبولة فيها مئة حبة ومئات الحبات ليه لما واحد تزرح فيه خير لا ينسى لك الخير وانا قلت لك من قبل ان صنع فيك احد معروفا فلا تنسى هذا المعروف وان صنعت انت معروفا في احد فانسى هذا المعروف تاني الله يرضى عنك خليبانك لما حد يعمل فيك معروف اياك ان تنساه كل ما تقابله جزاك الله خير الله يبارك فيك الولد مستريح في العمل جزاك الله خيرا البنت ربنا هداها من المحاضرة ولا الدرس اللي انت عملته لها في المدرسة ولا في الجامعة ولا في المدرسة يبقى اذا اشكروا الناس لانكم ان شكرتمهم فقد شكرتم الله عز وجل انت ان صنعت معروفا في انسان انسى هذا المعروف ليه لانك لو لم تنسى هذا المعروف لصرت منانا تمنى على الناس والاخبار الولد مستريح في العمل يا عم انت عملت في المعروف انساه اللي عمل فيه معروف انا لا انساه وانا انصنعت معروف في انسان من الواجب ان انساه ليه حتى لا تحول المعروف الى من والى اذا مشاعر الذي صنعت فيه المعروف يعني بهذا ايه بهذا المنطق طيب واحد يسأل سؤال طب انا يقول لك الكلام ته جميل وكلامك مخنع طيب انا عايز يعني اعطيني باجاز ازاي يكون قلبي قانا والناس تحبني ما هو محبة الناس دليل على محبة الله ان الله اذا احب عبدا نادى جبريل يا جبريل يا جبريل اني احب عبدي فلانا فاحبه فيحبه جبريل فينادي جبريل في طائفة الملائكة يا ملائكة الرحمن ان ربكم يحب عبده فلان فاحبوه فتحبه الملائكة ثم يوضع له القبول في الارض اي حد يوصى عليك يقول لك ما شاء الله ما شاء الله لقوة الله بالله واذا ابغض الله عبدا ولعاذ بالله يا سطر يا رب وقلت في الاطير نادى الله جبريل يا جبريل اني ابغض عبدي فلانا فابغضه تخيل كراهية بالامر الالهي فيبغضه جبريل وينادي في الملائكة ان ربكم يبغض عبده فلان فابغضوه فتبغضه الملائكة ثم توضع له البغضاء في الارض ما يروح في مكان الا ما الزوج تكرهاه واولاده يكرهونه وجيرانه يتمنوا ان يرحل من جنبه واقاربه لانه قد يكون كمان بغض وبخيل يعني الجمعة فاوعى والبخيل وغبي لان البخيل غبي والحسود غبي والغباء ده اجمع ايه كل الامراض الحرس والحسد والحقد والعجب والكبل والرياء كل ده غبي لان المؤمن كيس فطن المؤمن ربنا يعطيه فطانا واتقوا الله ويعلمكم الله طيب لما ربنا يرزقك امرأة موافقة لك ولد مؤدب واخ ودود بالله عليك مش تحافظ على النعمة دي مش تنعم ودود والله ده من فضل الله علي الله المرأة مطاوعة والولد بار والاخ ودود طب انت عايزي من الدنيا ايه يعني اذا صفالك من زمانك واحد فنعم وعيش بهذا الواحد الشفعي ماذا يقول رضي الله عنه تمسك ان ظفرت بذيل حر فان الحر في الدنيا قليل طبعا لان الانسان الحر ده سبحان الله نسأل يعني نسأل ان يديمهم سبحان الله طيب احنا عايزين نديم منهج كده يعني نذهب وغم قلوبنا قالوا فيه تلات امور تذهب الغم اول شيء صحبة العالم يا الله تمشي معنا عالم كلمك في الدين كلمك في الله التفاؤل كلمك في شرح الصدر كلمك في جمال الصلاة وجمال القرآن والتدبر الايات وبلاغة النبي صلى الله عليه وسلم وكلمك في نعم الله وجمال الكون المحيط فصحبة العالم مهمة تزيد الغم وبعدين تكون ترتب ان تقضي يدينك والله انا اعرف اناسا عندهم ملايين ومليارات وعندهم غم عندهم ملايين ويروح يقترض من البنك يا ابن الحلال ما اتخلص الملايين اللي معاك لا اله الا الله لا هو عندهم ملايين وياخد من البنك ويقترض يجوى الاولاد يا ابو انا مدين انا مدين نحن علينا ملايين يا ابن الحلال مع انت يقول لك في ناس في العالم العرب يقول لك ايه انا بقى بقول له واحد مرة يا ابو فلان وانت محتاج قرض من البنك غلو في حد يشتغل بالاموال اللي تخصه ده حولها ولا قوة الابد لا تعيش على الدي طب ليه طب الموظف المسكين الده عايز يقترض او يستدين عشان يزوج بنته يصلح شيء في بيته يغير السيارة بتاعته لتعبانة او يعني شارع يدخر ابنه جامعة معينة ده قد يكون مضطر طب وانت مستور الحال فانظر الى الانسان يدخل في ايه في ذل النهار وهم الليل فانت اللي يزيد غمك عليك دين تعمل ايه خطط اولا لقضائه مع كثرة الدعاء المعروف اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسن ومن الجبن والبخل ومن غالبة الدين وقهر الرجال يقول الصحابي فما انقلتها الا اذهب الله همي وقضى دين الله يبل يذهب الهم اهو سبحان الله ايه كمان يذهب الغم قال تجل اسمع من تحب عمك الودود اخوك كبير طيب اختك الصالحة خالتك المرأة القريبة من الله عمتك اللي تذكرك بابيك اولاد عمتك اولاد خالك زملائك في الحامل اللي هم ان رأيتهم ذكرتك بالله رؤيتهم ودلك على الله حالهم وزاد في علمك منطقهم يدلك على الخير ان رأوك ذاكرا اعانوك وان رأوك غافلا ذكروك وان سرت من عندهم لم يغتبوك والله دول امسك فيهم دول ليه هم دول الاحبة قال ربنا الاخلاء يومئذن الاصحاب يعني والخلة الصداقة الاخلاء يومئذن بعضهم لبعض عدو يوم القيامة يعني الا المتقين ليه ونروح صلاة الجمعة مع بعض ونحضر درس الشيخ مع بعض ونبدي نخل يا شيخ اسمع يا ابن الحلال يا زميل يا فلان الشريط ده جميل قرأت الكتاب ده والله والله عندي قرأت فكرة جميلة في الجريدة اليوم كذا يبقى اذا هو صناع خير شو اللي تعالى تفرج على الرقصة الفلانية تعالى نضيع وقتنا في اله وفي ناس تمر تروح تشتري اغراض معينة يلقى على المقهر شوفوا اللي طالع شوفوا اللي رايح شوفوا اللي جايب تعملي يا ابن بنضيع وقت يا خبر طيح وقت هو الوقت للضيع ان الله سوف اسأل العبد عن شبابه فيما افناه وعن عمره فيما ابلاه وعن علمه فيما صنع فيه وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفق هيسألك عن العمر سبحان الله فاذا انت اصحب الايه اهل الخير اللي يدلك على الخير وحاول تسدد دينك بالدعاء وبالتخطيط ولا تعيش اكثر يعني ما تعيش حياتك في الانفاق اكثر من دخلك انت عندك خمسة عيش باربعة وخلي الواحد ده احتياطي عندك بدخلك سبعة عيش بخمسة مش ده عندك سبعة تعيش بسبعة وعشرين وسبحان الله وبعدين المصرف ده ياخد الكريد اللي بتاعك ويغطي لك بالتاني ويعطيك قرض تاني بعدك سبعة قروض يا ابن الحل كيف تنام ولماذا ولما تلحظ انت اشتريت ايه بكل هذا ولا شيء ضاعت الاموال واصبحت دين وفجأة يستغنوا عنك في العمل وتجد نفسك مكتائب وبعدين يروح واحد يقول لك خد دخن تعال الشيشة خد مش عارف المدواخ ضواخه الله ليه كده ابن الحلاء سبحان الله يعني والله يا اخوة المسألة يعني او القلب القانع الذي يريد ان يصل اليه المنهج واضح المنهج واضح ولكن عليك ان ترتب امورك وان تعود الى دائرة قناعة القلب بما قضى لك رب العباد سبحانه وتعالى اللهم ارزقنا قلوبا قانعة ونفوسا راضية اكرمنا ولا تهننا اعطنا ولا تحرمنا زدنا ولا تنقصنا كلنا ولا تكن علينا اثرنا ولا تؤثر علينا انصرنا ولا تنصر علينا اللهم اكون مع ابنائنا في سوريا اللهم امن خوفهم اللهم رد يد الكيد عنهم اللهم من اراد بهم سوء وفردد الله هم سوءه اليه واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين وارنا فيه عجائب خدرتك فانهم لا يعجزونك اللهم امن المسلمين في ارض المسلمين واجعل هذا البلد امنا مطمئن وسائر بلاد المسلمين واصلح ما بين الراعي والرعية ووفقنا لما تحب وترضى واجعل بيوتنا امنة ومجتمعاتنا امنة ودولنا العربية والاسلامية امنة وعالمنا كله امنا انت ولي ذلك والقادر عليه لا تنسون من صالح دعائكم ونستدعوكم الله الذي لا تضيع دائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا